بحسب قانون الإجراءات الجزائية الكويتي وبالتحديد المادة 78 لا يحق لرجل الأمن تفتيش المنزل أو السيارة دون وجود إذن مسبق من وكيل النائب العام بالنسبة للسيارة يحق لرجل الأمن جلب السيارة إلى المغفر ومن ثم يتصل بوكيل النائب العام ويطلب إذن تفتيش السيارة وبعد أن يحصل على الإذن يحق له تفتيش السيارة أما إذا قام رجل الأمن بتفتيش السيارة والمنزل دون وجود إذن مسبق من قبل وكيل النائب العام فإن المتهم سيحصل على البراءة حتى لو كان هناك ممنوعات موجودة في السيارة أو المنزل بشرط أن يقوم بإنكار التهم وأيضا تثبيت عدم وجود إذن من وكيل النائب العام إذن مسبق من وكيل النائب العام بتفتيش السيارة والمنزل هذا الأمر أو هذه المادة المادة 78 من قانون الإجراءات الجزائية لا تسري على حالات معينة وهي وجود حكم مع النفاث يحق لرجل الأمن الدخول للمنزل للقبض على متهم محكوم مع النفاث وأيضا يحق لرجل الأمن الدخول إلى المزارع والجواخير والشالهات دون وجود إذن مسبق من قبل النائب العام لماذا؟ لأن الجواخير والمزارع والشالهات ليست ملك للشخص وإنما هي حق انتفاع للشخص وهي ملك للدولة لكن إذا كان هناك تفتيش من قبل رجال الأمن لا تقاوم رجال الأمن نهائيا الرجال الأمن هم اللي يحموننا ولهم كل التقدير والاحترام وقم بتثبيت ذلك في تحقيقات النيابة أو تحقيقات المغفر شكرا